تصدر حزب جبهة تحليل وطني الحاكم وتجمع الوطني الديمقراطي قائمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البلدية والولائية التي جرت منافساتها في عموم الجزائر أمس الخميس حسب ما أظهرته النتائج الأولية وتقاسم حزب الرئيس جبهة التحليل الوطني مع حزب الرئيس الوزراء التجمع الوطني أغلب مقاعد البلديات والمجالس الولائية مع تقدم طفيف للأول وشكل صعود حزب جبهة المستقبل الذي يقوده مرشح الرئاسة السابق عبد العزيز بلعيد المفاجأة في سادس انتخابات محلية في تاريخ التعددية السياسية بالجزائر بحصولها على رئاسة عدد من البلديات والمقاعد في المجالس رغم أنه حديث التأسيس ووفق النتائج الأولية التي تم نشرها حتى الآن فقد حافظ حزب حركة مجتمع السلم على موقعه كثالث قوة سياسية على مستوى المجالس كما حافظ حزب جبهة القوى الاشتراكية والتشمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارضين على هيمنتهما في منطقة القبائل التي يقطنها الأمازيغ والتي تضم محافظات شرق العاصمة وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة ضعيفة نسبيا وهو ما أدى بحكومة إلى تمديد عمليات التصويت بساعة واحدة في 45 ولاية من بين 48 وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات لتمكين أكبر عدد من الناخبين من التصويت وقال وزير الداخلية نوردين بدوي أن نسبة المشاركة بلغت 33% بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية و34% بالنسبة لانتخابات المجالس البلدية وذلك بعد 9 ساعات منذ انطلاق التصويت وبلغ عدد مرشحين الانتخابات البلدية نحو 165 ألف شخص يتوزعون على 10 ألاف قائمة بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية أزيد من 16 ألف شخص توزعوا على 600 قائمة بحسب الأرقام الرصمية وستسفر نتائج الانتخابات عن اختيار 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا من بين 65 ألف مرشح يمثلون 51 حزبا سياسيا وعشرات القوائم التابعة لمستقلين ترجمة نانسي قنقر